السلام عليكم ورحمة الله حصاد الأسبوع من قناة UATV في العاصمة كييف أصحبكم فيه أنا محمد زاوي البداية من الوضع في مضيق هورموز حيث أعلن عدد من حلفاء الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع إرسال قوات عسكرية لضمان أمن الملاحة في المضيق في حين حذرت إيران من أن في عسكرة المنطقة استفزاز خطير وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن المدمرة البحرية HMS Duncan وصلت هذا الأسبوع إلى مياه الخليج وستنضم إلى فرقات أخرى موجودة بالخليج لدعم سلامة عبور السفن وذكرت تقارير إعلامية أن كوريا الجنوبية تحتزم الإنضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هورموز هذا وقد أدى تعرض ناقلات النفط لهجمات في مضيق هورموز قبل تساحل إيران في الأشهر الأخيرة إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى دعوة الحلفاء إلى الانضمام إلى مهمة مزمعة لحماية الأمن البحري وكان مايك بومبيوز الخارجي الأمريكي قال الأسبوع الماضي أن واشنطن طالبت من كوريا جنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى المشاركة التهديد في مضيق هورموز يشمل جميع سفن الشحن وقد تحدثت إلى مايك بومبيو وشاركنا الرأي حول الحاجة إلى دعم نظام الدولي القائم على القواعد فكرة جيدة وجود تحالف واسع يدعم الحفاظ على حرية الملاحة في تلك المنطقة دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى إعلان هدنة في ليبيا خلال مناسبة عيد الأضحى وحذر من أن تدفق الأسلحة من الداعيين من الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجج الصراع الضائر هناك وقال غسان سلام مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لمجلس الأمن الدولي إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى مشيرا أنه خلال المعارك الحالية التكبت جميع الأطراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أدعو إلى إعلان الهدنة بمناسبة عيد الأضحى والذي سيصادف العاشر من أغسطس تقريبا ينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرة والإفراج عن المحتجزين والمختطفين وتبادل الرفات في موضوع آخر سحبت الولايات المتحدة الرسميا نهاية هذا الأسبوع من المعاهدة الدولية لحظة الصواريخ النووية متوسطة المدى وقد اتهمت واشنطن روسيا بانتهاك شروط المعاهدة التي وقعت قبل ثلاثين عاما بعد قيامها بتطوير صاروخ جديد قصير المدى وتنفي موسكو هذه الاتهامات وردت على الخطوة الأمريكية بتعليق عضويتها في المعاهدة في ذات السياق حثت ألمانيا كل من الولايات المتحدة وروسيا على الحفاظ على ما تبقى من إطار العمل الدولي للحد من الأسلحة وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لانتهاء أجل معاهدة الحد من انتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى ولما حوز الخارجي الألماني هايكو ماس في بيان إلى أن اللوم يقع على عاتق موسكو في اتهاك المعاهدة التي تمثل اتفاقا تاريخيا للحد من الأسلحة وقع أو وقع إبان الحرب الباردة بين الزعيم السوفيتي ميخيل جورباتشوف والرئيس الأمريكي الرونالد ريغان في عام سبع وثمانين تسعمائة وألف في الشأن الأوكراني البحارة الأوكرانيون الأسرة لدى روسيا قد يعودون إلى بلادهم قبل شهر أكتوبر المقبل هذا ما أعلنه نيكولاي بولوزوف لوسائل الإعلام الروسية وحد أعظام جموعة المحامين المدافعين عن البحارة أشار بولوزوف إلى أن إطلاق صراح الأسرة سيتم بكفالة لودميلا دينيسوفا مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني والتي تقدمت فعلا بطلب إلى وزارة الخارجية وأجهزة الأمن الروسية حول هذا الشعل قبول الطلب الأوكراني قد يمهد لإطلاق صراح البحارة من الأسر الروسي إلى مناطق الصراعي في شرق أوكرانيا حيث يواصل المرتزقة الروس إطلاق النار بينما يلتزم الجيش الأوكراني بنظام وقفه ويبني التحصينات الجديدة ويعمل على تحسين الظروف الحياتية هدنة الخبز أعلنت ليلة الحادي والعيشين يوليو عن الوضع على الجبهة بعد إعلان هذه الهدنة نتعرف في التقرير التالي في هذه المواقع القريبة من نوفا تشكوفكا لا تسمع أصوات المدافع للشاشات الثقيلة ولا قاذفات القنابل اليدوية توجد بالقرب من الخنادق شظايا قذائف العدو رغم الحفاظ على وقف إطلاق النار يبقى الجنود الأوكرانيون في حالة تأهب تم نحن نعزز الآن مواقعنا هطلت الأمطار ما أدى إلى طمر الخنادق قليلا يجري الآن بشكل أساسي تعزيز المواقع بالإضافة إلى مزاولتنا للأمور اليومية وترتيب أنفسنا جاء فولوديمير من فينيتسا تربط هذا الجندي بإقليم لوهانسك قصة خاصة تعرف هنا قبل الخدمة على زوجته المستقبلية وهي من مواليد لسيتشانسك ذهب الشاب إلى الجبهة ليدافع عن أقارب حبيبته كنت أعمل في تركيب السقوف المجدودة وحدث أنه كان لدينا ورشة في لوهانسك جئت مع شريكي عملنا وذهبنا إلى المقهى لتناول الطعام هناك تعرفت على الفتاة بدأنا نتواصل واتصلنا ببعضنا لبعض الوقت وها نحن سويا منذ ثلاثة أعوام ونصف يحلم فولوديمير بالأطفال ولكنه يقول لننتهي من الحرب أولا تعلق الشاب هنا على الجبهة بجرو له من العمر شهرين يلقب كارنداشك يقول الجندي أنه عثر على الكلب عرضيا ذهبنا لنجلب الماء كنا نمشي فلحق بنا وراح يركض وراءنا ولكنني لم أتمكن من أخذه بين ذراعي كانت يدي مشغولتان قلت له هيا الحق بنا فركض طوال الطريق يتبعنا وعندما وصلنا إلى الموقع أخذته تحت رعايتي هكذا نؤدي الخدمة مع كارنداشك كارنداشك لا يستطيع اليوم مساعدة سيده في منواباته القتالية ولكن فولوديمير ينوي أن يدربه على تنفيذ الأوامر سيمكن للكلب حينها أن يصبح حارسا حقيقيا لهذه المواقع مدهجة بمبانيها وتاريخها ومناظرها الطبيعية قرى بأكملها تتنافس على الفوز في المسابقة الأوكرانية الشاملة التي تحمل عنوان قرى أوكرانيا المدهجة بإمكان الأوكرانيين اختيار الأفضل من خلال التصويت عبر شبكة الإنترنت ستحدد لجنة تحكيم بعد ذلك خمسة مشاركين في النهائيات وسيمنح الفائز جائزة مالية تقدمت أكثر من مئة قرية من جميع أنحاء البلاد بمشاريعها للمشاركة في هذه المسابقة تتنافس على لقب المدهجة أيضا قرية أوسينوفو في إقليم لوهانسك والتي تمكنت من أن تكون من بين العشرين الأوائل عن ميزات هذه القرية يعرفون التقرير التالي أثار المامث والعجوز بلابيتسكا والمعبد على طراز الباروك يوجد لدى سكان أوسينوفي ما يدهشون به أعضاء لجنة التحكيم واحدة من معالم القرية البارزة هي كنيسة الصعود التي تأسست في بداية القرن السابع عشر بنيت في عام الف وثمانمائة واثنين وتجمع بين عناصر فن الباروك والفن الكلاسيكي في الحين يعود تاريخ رسومها الجدارية إلى القرن التاسع عشر يمكننا أن نرى هنا الأرويقة والمقرنصات والعضادات ضمت في عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين إلى دليل التذكارات ذات الأهمية الوطنية هذه الكنيسة فريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع شهدت جدران الكنيسة حربين عالميتين ووفقاً لما هو متناقل زارها الفيلسوف الأوكراني هريهوريس كورادا القائم على الكنيسة يرينا على الصورة كيف بد هذا المعبد منذ تسعين عاماً التقطت في عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين ولقد أرسلوا لنا هذه الصورة من متحف لوهانسك عثر بالقرب من القرية على ثلاثة مدافن واثني عشر ضريحاً وعلى العجوز بلوبيتسكا الحجرية وهي دليل على وجود المستوطنات الغابرة وعثر في القرن الماضي في هذا المكان على أسنان سمكة القرش وبقايا المعمث بحثت تلامذة في العطلة عن فوارغ الطلقات العائدة لحقبة الحرب وعثروا صدفة على عظام الماموث في الوادي شاهدوا في البداية فقرات الخرطوم ومن بعده العظام الأخرى وجزءاً من الناب تحفظ جميع هذه الآثار التي لا تقدر بثمن في متحف التاريخ المحلي هذه عظام الماموث وقرن الأرخص عثر على عظام الماموث في قرية أوسينوفو نقل جزء كبير من هذه الاكتشافات إلى متحف لوهانسك الإقليمي الموجود الآن في الأراضي المحتلة وبقي بعضها عندنا أما هذا فهو المدخل المهدوم المؤدي إلى الكهف حيث كان يوجد في السابق كنيسة تحت الأرض رغم أنه من غير الممكن الدخول إليها الآن يخطط المؤرخون لإجراء الحفريات وفتحها أمام السياح تعود إلى القرن العاشر إلى زمن قدوم المسيحيين الأوائل إلى هذه الأنحاء استخدموا الكهف كمكان مقدس اختبأوا فيه على أطراف القرية يرتفع صليب قديم فوق حقول الذرة ووفقا للأسطورة يحمي هو سكان أوسينوا من الحرائق وشح المحاصيل هذا صليب للعبادة سار إليه المتدينون في مواكب الصليب طلبا للمطر قرى أوكرانيا المدهشة ليست المسابقة الأولى التي تشارك فيها أوسينوا ووفقا لنتائج التصويت على الإنترنت صارت هذه المحلة المأهولة الفريدة من بين العشرين الأفضل المرشحين للفوز من بين أكثر من مئة قرية مشاركة إذا فوزنا وكانت أوسينوفو من بين الخمسة المشاركين في نهائيات مسابقة قرى أوكرانيا المدهشة سيحصل شبابنا على فرصة لشراء معدات موسيقية جديدة بقيمة مائة ألف هريفنا وهي ضرورية لإجراء مهرجاني سلبودونسكي للأغنية الأوكرانية الاستعراضية في اسن أيدار سيعلنوا عن اسم القرية الفائزة في المسابقة الأوكرانية الشاملة الرابعة قرى أوكرانيا المدهشة في نهاية يوليو في موضوع آخر تتواصل في العاصمة الأوكرانية كييف تجربة فرز النفايات والتي خصصت لها إدارة المدينة حاويات خاصة وضعت أمام أفنية العمارات السكنية والأماكن المزدحمة التجربة من المنتظر أن تعرف تعميما في جميع النقاط نتعرف عليها في التقرير التالي القوارير والورق وأكياس البولياتيلين والألمينيوم كل شيء يرمى على حدة ظهرت في إحت حدائق كييف والأماكن المزدحمة فيها عشرون حاوية خاصة اذ تقبل الناس مبادرة فرز النفايات وسينشر المسؤولون أكبر عددا منها وسيركبون 2500 حاوية شبكية إضافية للنفايات غير الغذائية في الأحياء السكنية تشير الإحصاءات بعد مرور شهر على جمع النفايات المفروزة إلى أن عدد الشاحنات التي توجهت إلى المكب انخفض إلى 50 شاحنة وهذا يعادل 3000 متر مكعب من النفايات كل من يفرز النفايات سيوفر تكاليف نقلها حيث تعيد سلطات المدينة خفض الرسوم على الأقل البالغة حتى اليوم 23 هريفن عن كل شخص في الشهر أو حوالي دولار واحد سبق وأنفرز سكان كييف بشكل واعي النفايات إلى غذائية وصناعية ارميها في الصناديق المختلفة القوارير هناك والبلاستيك هناك والزجاج هناك والأكياس هناك وهذا صحيح وستنقل شاحنات خاصة النفايات الجافة إلى محطات الفرز حيث ستعالج هناك يدويا هنا تضغط القوارير البلاستيكية والورق والألمنيوم والبولي إتلان يقول تيمافي لفيتسكي إن هذا العمل ليس بالسهل ولكنه ضروري تفرز القمامة في المنزل ويتعلم الأطفال أيضا فعل ذلك هم يعلمون أين أعمل لذا يرمون القوارير في حوية منفصلة والبلاستيك في حوية أخرى والتناك في ثالثة بعد الفرز والضغط تنقل النفايات ليعاد تصنيعها وللمساعدة في هذا العمل يقترح المسؤولون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد القابلة لإعادة التصنيع وزيادة الضرائب على مكبات النفايات حفاظا على تقاليد الآباء والأجداد أقيم في قرغستان مهرجان الصيد السنوي الذي يشمل صيد النسر الذهبي والرماي وكذلك الصيد التقليدي مزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان نتعرف في التقرير التالي أقيم في قرغستان خلال عطلة نهاية الأسبوع مهرجان الصيد السنوي سالبرون وذلك على بعد حوالي 300 كم من العاصمة بشكيك المهرجان توقف عن العمل منذ حوالي 100 عام خلال الفترة السوفيتية وفي السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي سالبرون هو تقليد قرغزي قديم لكنه اختفى لفترة طويلة خلال فترة الحكم السوفيتي ويشمل التدريب على الصيد وكذلك تدريب الطيور على الصيد كل هذا تقليد قديم ورثناه عن أجدادنا في الاتحاد السوفيتي منع وبفضل رئيس اتحاد سالبرون المازا كونف انتعاش هذا المهرجان والزهر جلب الصيادون 15 نصر ذهبيا للمشاركة في المهرجان ويقول الصياد سلمان بايف انه امضى بعض الوقت مع هذه الطيور منذ طفولته وهو ماض على خطى اسلافه انا امثل الجيل الرابع من الصيادين ابي ومن قبله اجدادي كانوا يصطدون بواسطة النسور الذهبية والطيور الاخرى طوال حياتهم لقد نشأت بين طيور الصيد ومنذ عشرين سنة بدأت بتدريب الطيور بنفسي وبعد ذلك بدأت المشاركة في المهرجان يقول سلمان بايف انه من المهم التواصل مع النسر من خلال الاتصال البصري لترويده وتدريبه على الصيد وان العملية مماثلة لتدريب الخيول تدريبهم ليس بالامر السهل يجب ان نفهم النسور الذهبية ونتواصل معها يمكننا فهمها من خلال النظر الى اعينها على سبيل المثال مع الخيول يعمل الناس من خلال النظر الى عيونهم نحن متشابهون في هذه العملية الى حد ما بالطبع لا يمكن لأي شخص تدريب النسور فقط اولئك الذين يجدون لغة مشتركة معهم ونحن الان نستعد للخريف يستخدم في مهرجان الصيد القوس والكلاب والطير الجارحة ويشارك في فعالياته نحو مئة فارس من جميع انحاء البلاد ويحضر السياح من جميع انحاء العالم بهذا الخبر ننهي حصاد هذا الاسبوع مزيد من الاخبار العالمية الوكرانية تجدونها عبر موقعنا الالكتروني uatv.ua اشكركم على حسن المتابعة والاسغاء ودمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة